المهاردة اتجاه الدولة للتصنيع في عندنا مشروعين كبار اول مشروع مع احدى شركات القطاع الخاص المصرية بمشاركة شركة عالمية سيارة منتجة في الصين صغيرة يعني اعتبر سيارة للشباب السيارة الصغيرة دي تلاتة باب 18 حصان يعني صغيرة برضو فيها خيارات لما يكون بطارية كبيرة او بطارية اصغر يعني بطارية 13 كيلو واط مثلا هتمشي 120 كيلو متر في الشحنة بطارية اكبر من كده هتمشي 170 كيلو متر في الشحنة لسه ماعلنوش عن المواصفات الكاملة 18 حصان دي يعني بالاكتر هي بديلة للتوك توك يعني اصلا شفتاها يعني سغنانا كده لا 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 يعني ما نقدرش نقول كده الحقيقة يعني لازم نديها اواء التوك توك ده عبارة عن حاجة ما بتمشيش اكتر من 60 كيلو متر في الساعة يدوبك عشان هي قدر يمشي في الطريق فيه توك توك كهربية ايما نقصد كده يعني بالعكس لو بقى احلال التوك توك بالسيارة الصغيرة الكهربية دي تبع حاجة ميزة لنا يعني فهو مش احلال التوك توك يا عربية هتمشي للمامشي مسافة بالمنظر ده وسرعة لحد 100 كيلو متر في الساعة فهي تعتبر سيارة لقضاء الاعمال فعلا يعني اه 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 واتوقع ان سعرها حينزل اه 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 عن المئة الف جنيه يعني ام ولو تحط يعني مثلا كانت تسعين الف جنيه والدولة ده عمت بمبلغ كمان حافظ اخضر فهتنتشر هذه السيارة طبعا هي مش سيارة عالية لكن ممكن نقول المشروع التاني بقى ممكن يعمل لنا سيارة عالية اللي هو في اه اللي بيشمله مشروع احياء النصر للسيارات تمام كانوا في مشروع واتعصر المفاوضات شاركة مع الشركة الصينية الصينية اه وهم التي في سبيل البحث عن شركة اخرى تمام المشروع ده السيارة بتاعته هتبقى عالية هتبقى اغلى طبعا من كده وامكانياتها اكبر من كده اه لكن دي السيارة اللي هي هتناسب بقى جميع الفئات يعني نقول التانية للشباب سيارة اقتصادية لكن السيارة اللي هي المفروض ان هي بقى ان شاء الله اه اللي اعلن عنها سيد الرئيس في 23 تكون سيارة اه تناسب اكثر من فئة جميع الفئات يعني بس سعرها دي هيكون برضو داخل على ربعمية الف جنيه او حاجة موسيقى